حتى وإن كانت بشكل غير منتظم تعود المياه إلى مجاريها بشكل تدريجي لشبكة طرابلس وعدد من المناطق هذه العودة جاءت بعد انقطاع للمياه تزامنا مع انقطاع للكهرباء لساعات طويلة ودخول عدد من المدن حالة الإظلام التام جهاز نهر الصناعي منظومة الحساون سهل الجفارة أكد عبر صفحته بفيسبوك استمرار الزيادة التدريجية لمعدلات التدفق مبينا في منشور آخر أن الشركة العامة للكهرباء نفذت أعمال فنية ناجحة نتج عنها البدء بتشغيل حقول الآبار ومحطات الضخ وفتح صممات التدفق انقطاع المياه الأيام الماضية ارتبط بشكل أساسب انقطاع الكهرباء الذي أثر بشكل كبير في الحياة اليومية إضافة إلى تأثر جهاز النهر بعقبات عدة منها تعرض الآبار والحقول إلى التعديات والتخريب ما أدى إلى انقطاع المياه على المدن في وسط وغرب ليبيا تدفق المياه إلى المدن الليبية لا يقل أهمية عن الكهرباء إذ يعتمد السكان في حياتهم اليومية عليهما وما يحتاجونه الآن هو استمرارية وصول المياه وبقاء الشبكة الكهربائية دون طرح أحمال لطالما مل منه الجميع